اذا ندخل وصلنا إلى المورد السادس في البداية والنهاية الجزء الثالث عشر يقول ابن كثير ثم دخلت سنة ستمائة وستة وخمسين هجري فيها اخذت التتار بغداد وقتلوا اكثر اهلها حتى الخليفة قال ابن كثير وقد سترت بغداد ونصبت فيها المجانيق والعرادات وغيرها من آلات الممانعة التي لا ترد من قدر الله سبحانه وتعالى شيئا كما ورد في الاثر لن يغني حذر عن قدر وكما قال تعالى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر وفي الاثر لن يغني حذر عن قدر وقال تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه موال وانا اذا اضيف اليه اقول قال تعالى ذلك بان الله لم يكن غير النعمة انعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم وان الله سميع عليم اقول اذا كان وعد الله قد جاء ولا يؤخر وكان ما حصل بسبب فساد وافساد الناس وفساد نفوسهم فاستحقوا سوء العذاب وكان امامكم وخليفتكم وسلطانكم وولي امركم صاحب الموصل لؤلؤ مملوك المملوك هو الذي فتح لهم الموصل للتوجه الى بغداد واجهزهم بالمؤن من طعام وشراب وعتاد وكان قد امن لهم الطريق حتى بغداد وامدهم بالعساكر فقاتل معهم جيش الخلافة فهزموهم حتى اكملوا الحصار واحكموه على بغداد وعلى قصر خلافتها وسلطانها وكان ائمتكم وخلفائكم وأولياء اموركم الزنكيون والايوبيون منشغلين بشرابهم وغنائهم وطربهم وصراعاتهم على النفوذ والسلطة والمال ومهادنة الفرنج وتسليم المقدسات واذا كان خليفتكم العباسي وامامكم وولي امركم منشغلا بالخمور والنساء والرقص والغناء حتى في وقت الحصار التتري ووقت نزول رشقات النبال من كل جانب على قصر الخلافة واذا كان جيش خلافتكم المقدسة قد قلص عدده الى عشرة الاف بسبب العجز المالي الكبير والفساد والافساد فلم تكن السلطة قادرة على تزديد رواتبهم فكانوا فكانوا يستجدون ويتسولون في شوارع بغداد واذا كان خليفتكم المقدس العوبة ومسخرة بيد المماليك واما التكفير مارقة فاقجي العقول وقد غرروا به فخالف نصيحة العقلاء وحكم العقل فاستهان بهولاكو فارسل اليه هدية حقيرة لا تليق بتكبره وعن جهيته وسطوته وقوته التي سحق بها شعوبا بأكملها وانقادت له شعوب إسلامية مع حكامها حتى جعل وجعل هولاكو في حقد وغضب شديد لا يرى غير الانتقام والدمار سبيلا وإذا كان هذا واقع حال التتار منذ أكثر من أربعين عاما وكما وصفهم ابن الأثير في حينها في سنة ستمائة وسبعة عشر هجري فنعى فيها الإسلام والمسلمين فإذا كان كل ذلك فما علاقة ابن العلقمي الشيعي الرافضي بسقوط بغداد ومقتل خليفة بغداد واضح إنها حوالة على مفلس إنه نهج إنه نهج تيمي تدليس فاشل يرمي فشله وخيبته وضؤسه وغباءه وإجرامه وفساده وقبحه على الآخرين بكل قباحة وكذب وإفك وإفتراء اشتركوا في القناة